بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم في فيديو الجديد من فيديوهات تبسيط العلوم والنهاردة بنتكلم على كيفية التعامل مع المعادلات في الفصول الافتراضية لو احنا بنستغل فصول الافتراضية في نظام البلاك بورد كولابريت فبعايزي نكتب معادلات سواء كانت رياضية او فيزيائية او كيميائية الطريقة بتاعتهم واحدة يعني ايا كان نوع هذه المعادلات الزملاء في قسم الرياضيات او الفيزياء او الكيميائية احيانا بيحب اكتبوا المعادلات بتاعتهم تدريجيا يعني ما يحطوش كل المعادلات مرة واحدة او الحل كله مرة واحدة عايزين خطوة خطوة بحيس يبقى الشرح على خطوة خطوة وتضاف الخطوة التانية وهكذا الحقيقة مش ما فيش طريقة واحدة لا ده في عدة طرق ممكن تلات اربع طرق وفيه طرق اخرى يعني لكن انا هاخد الطرق اللي انا عرفها شخصيا ربما يكون حد اعرف حاجات تانية لكن دول اللي انا اعرفهم وحنجربهم مع بعض ان شاء الله بنقفل الصورة دي كده بنفتح الجلسة الافتراضية بالشكل ده بنروح بنفتح الجلسة الافتراضية بالشكل ده وبنروح على الزرار الايمن ونبتدي نعمل اه مشاركة المشاركة هنا هتكون ايه الحقيقة الطريقة الاولى ان احنا بنعمل شير فايل وبنكون كاتبين المعادلات بتاعتنا في سواء بي دي اف او سواء باوربوينت او سواء وورد ايا كان المهم لازم نحاولها البي دي اف بالشكل ده انا هنعرض مع حضراتكم بالطريقة دي كده فنبتدي نعرض الفصل الافتراضي بالشكل ده وننتقل للطريقة الاولى الطريقة الاولى اللي هي استخدام مشاركة الملف بدي اف زي ما انا بعمل دلوقتي كده اللي بيحصل احنا بنكتب في كل صفحة يعني كل زميل من الزملاء بتاع في الارتخصص رياضة او كيميا او فيزي ايا كان المهم المعادلات اللي بيكتبها بيكتبها خطوة خطوة بالشكل ده بيحط الخطوة الاولى بتاعته ما يبقاش في غيرها في الصفحة وطبعا بيقدر بيستخدم الالم زي ما هو عايز عايز يخطط عايز يضيف شيء عايز يحط تأسهم ايا كان الطريقة اللي هو عايز يعملها وطبعا بيقدر يغير اللون زي ما احنا نتفقين خلاص دي بقى مهارات استخدام الفصل الافتراضية ده مش الفصل الورشة دي او الفيديو ده اللي هو تسجيل ورشة العمل دي مش الغرض منه تعليم الفصل الافتراضية لا نستخدم بقى المعادلات داخل الفصل الافتراضية اذه الصفحة الاولى طيب وبعدين بيكتب في الصفحة التانية اهو نفس الخطوة اللي فاتت موجودة بس بيضيف لها خطوة تانية يجي الصفحة اللي بعدها بيضيف الخطوة اللي بعدها وهكذا يعني يبتدي كل صفحة كانه كل الكتابة اللي فاتت اهي موجودة ويضيف الخطوة الجديدة بيضيف الخطوة الجديدة وهكذا فبالتالي مش هتظهر قدام الطلبة او الطالبات او الطلبة اللي بيقعد قدامهم الا الخطوة الجديدة خطوات كلها موجودة وبعدين بيوصل للخطوة الجديدة وهكذا حتى ينتهي الى الخطوة الاخيرة بالشكل ده اللي هي بيكون فيها الحل اهو انا هروح للخطوة الاخيرة مباشرة وبيكون الحل هنا موجود بنقدر نكبر الشاشة بنقدر نكبر الشاشة على الخطوة اللي احنا عايزينها بنقدر نكبر الشاشة على الخطوة اللي احنا عايزينها وبنكتب زي ما احنا عايزين الى اخر الحقيقة فيه طريقة تانية ان هو بيحط نص بالشكل ده كده ويعمل بيلزأ الكتابة اللي موجودة او المعادلة بس الطريقة دي الحقيقة مفضلهاش لان احيانا المعادلة ما بتكتبش مصبوط داخل هذا النص وعشان كده انا مشرحتش الطريقة دي يعني ممكن اكتب نص هنا اعمل افتح صندوق كتابة واكون فاتح الباوربوينت عندي وفيه معادلة او الورد وابتدي اعمل كوبي واحط هنا بست بس في الاخر بش هتطلع مظبوطة فهي دي الطريقة المسلم يبقى دي الطريقة الاولى اللي هي استخدام بيدي اف الطريقة التانية باستخدام الباوربوينت ده هيحصل ازاي هنشوف مع بعض دلوقتي حاجة على طول مباشر شير فايل الباوربوينت انا بكون حطه هنا مجاهز انا رفع الحاجة بتاعتي بالشكل ده كده بختار الباوربوينت واقول له ايه شير لا الحقيقة لو انا عملت الخطوة دي هيعرض لي الباوربوينت كنو بدي اف وحنجرب مع بعض بالشكل ده كده اهو لما اجي اعرض مفيش اي انيميشن موجود كأنو بدي اف بالزبط كأنو بدي اف طيب اما انا عايز اعرض باوربوينت ويكون في انيميشن هنعمل ايه اه في الحالة دي اروح لمشاركة تطبيق طيب بس بشرط لازم اكون فاتح الباوربوينت بتاعي واكون بدأت العرض هنا لازم اكون فاتح الباوربوينت بالشكل ده عشان يظهر عندي التطبيق ادي التطبيقات اللي مفتوحة عندي اهي فين الباوربوينت اهو واقول شير وبيظهر عندي بقى هنا اهو ادي عرض الباوربوينت بتاعي بالشكل ده كده اقدر اعرضه زي ما انا عايز ما فيش فيه اي مشكلة خالص كاني بعرض باوربوينت عادي طيب وبعدين اكون كاتب في الباوربوينت بقى في كل سلايد يعني في كل شريحة انا كاتب في الشريحة كل الخطوات امال بعمل ايه بكون مغطي بقية الخطوات بسندوق زي ده وابتدي كل شريحة انزل السندوق خطوة صغيرة الكلام ده في الباوربوينت انا بكون عامله الخطوة دي بتاعت الباوربوينت اللي محتاجة مهارة ان حد يبيعه في ستادم باوربوينت اهو ده محتاج مهارة شوية وعشان كده انا حطه بس للعرض لكن الطريقة البيدي ايه في الاوانية بتبقى كافية مع الطرقين التانية اللي انا هعرضهم دلوقتي يبقى دي الطريقة التانية اهو بامشي خطوة خطوة قدام الطلبة او الطالبات ما بتظهرش غير الخطوة اللي عليها الدور اهو بالشكل ده بالشكل ده وبنوصل للخطوة الاخيرة واجل جواب اهو وكده بنكون حلين المعادلة المعادلة اتحلت قدام الطلاب فعلا طيب الطريقة اللي بعد كده الطريقة اللي بعد كده اني بستخدم برامج كتابة المعادلات ثم مشاركة التطبيق زي ايه زي دول كده في عندي برنامج اسمه وفيه 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 حاجات تانية يعني معظم زميلنا بتعرياضة والفيزيو الكيمي اكيد عندهم معلومات اكتر مني طبعا خلاص انا اتعمدت ان اكتب جوه اوري الطول بارل الموجود هنا واضي الاسم اللي كتبته هنا يعني البرامج شغالة ومجانية البرنامجين دول مجانية ادي واضي البرنامج الاولاني بالشكل ده اهو واضي كل الامكانات اللي موجودة فيه وطبعا هنا اسم البرنامج والفرشن بتاعه الى اخر هذه الامور واضي البرنامج التاني هو الماث ادوتور دول البرنامجين طب عايزين نطبق ده فعلي اه لازم يكون البرنامج مفتوح يعني لازم يكون البرنامج مفتوح وهم جاي رايح عامل ايه اولا هعمل هنا stop sharing ليه عشان هعمل share لابليكيشن بس ابليكيشن تاني اللي هو مين ادي الفرميوليتور واقول share بالشكل ده وابتدي اكتب هنا المعادلات بتاعتي انا طبعا مش تقصص رياضيات لكن اهو احط اللي انا عايزه هنا اهو اي حاجة انا عايزها احط اللي انا عايزه بقى بالشكل ده وابتدي اكتب المعادلات بتاعتي في البرنامج ده البرنامج الاولاني اللي هو الفرميوليتور طيب نشوف البرنامج التاني نشوف البرنامج التاني برضو share هعمل مشاكلة للتطبيق واروح اشارك البرنامج التاني هو الماث اديتور واقول share برضو نفس الكلام اهو هكتب اللي اكتبه بقى ايا كان بالشكل ده كده اهو واحط المعادلات اللي انا عايزها ايا كان انا طبعا مش تقصص رياضيات فسامحوني يعني لكن بنحط الايه اهو هكذا بابتدي اكتب المعادلات بتاعتي واللي قدامي بيبقى شاية في المعادلات وهي بتكده ده البرنامج اخر طبعا في برامج بقى اقرأ كثيرة وكده طبعا ممكن استخدم الماث ادوتور اللي جوه الورد يعني ابقى فاتح الورد واشتغل به خلاص وهكذا يعني نجرب نجرب قد نفتحت الورد بالشكل ده كده قدام حضراتكم وحروح اقول insert وقادي ال equations من هنا بسم الله الرحمن الرحيم هحط اي equation اهو بالشكل ده كده عايز احط equation تانية اولا اروح هنا واقول له change to in line عشان اقدر اتحرك بيها واجيبها زي ما انا عايز بالشكل ده هنا اروح اعمل تاني insert اه قبل ما اكمل بنروح نعمل share application share application بروح هنا الابليكيشن اللي مفتوح عندي فين الورد فين الورد 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 اهو اجي الورد واقول share application انا كده الورد هو اللي شغال بيه اروح اول insert واقول equation واقوم لاي رايح حطت equation تانية واختار انها اهو اختار النواة change in line بتتحرك هروح عايز احط واحدة تانية وهكذا اهو هنا اروح السطر اللي بعده واقول insert واروح احط المعادلة اللي بعد كده اهي وبرضه احطها تحتها change to in line تحتها واستمر في كتابة معادلاتي وعندنا طبعا الرموز بقى بكتب اللي انا عايز وقتوع الرياضيات طبعا اقدر مني على التعامل مع هذا الامر يبقى كده انا بكتب المعادلات بتاعتي وبقدر اعمل زي ما انا عايز ادي كده جربنا البي دي اف والباور بوينت وادي كمان الورد بالاضافة للبرامج المختلفة الاتنين نرجع تاني هل في طرق تانية اه في طرق تانية هروح للباور بوينت بتاعي عشان نكمل العرض بتاعنا يبقى احنا شفنا البي دي اف شفنا البرامج المتخصصة زي الاتنين دول بالشكل ده كده طيب اقدر استخدم طريقة تانية كمان اه ان استخدم كاميرا خارجية يعني ابركب كاميرا زي ما حنشوف دلوقتي كده اهو بالشكل ده الشكل اللي عليها صار ده ده الدسكوتوب بتاعي ادي الكيبورد اهو انا مفضلي مكان هنا حاطت ورقة ورقة ايه فورعة دي حتى انا كتب عليها او حط صبورة صغيرة وبكتب خلاص وادي الكاميرا هنا وادي الاضاءة بتاعتي هنا الكاميرا دي ببقى موصلها هنا خلاص وابتدي اكتب وابتدي انقل الصورة الطريقة دي ما بفضلهاش قوي لان حكاية ضبط حدود الورقة مع الكاميرا عشان تظهر كاملة للي بيشوف قدامي بتبقى صعبة شوي لان سعب بيبقى فيه حرفة من الوقت مش باين يعني عايز حد يكون متمرن ومتضرب الاول على استخدامه عشان يعرف هو بيكتب فانه يمساحة بالزبط وبالتالي يبقى دي الطرق اللي احنا شفناه يبقى احنا شفنا كم طريقة شفنا استخدام البي دي اف شفنا استخدام الباور بوينت شفنا استخدام البرامج الخاصة بتاعت الكتابة المعادلات شفنا برنامج الكتابة المعادلات داخل الورد وشفنا ان احنا ممكن نستخدم كاميرا خارجي يعني خمس طرق موجودين معانا احنا شفناهم اتمنى ان اكون وفقت ان كنتوا احسنتوا في من الله وان اخطأتوا او نسيتوا شيئا فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم لا تجعل في عملين هذا رياء او سمعة اللهم امين واسألكم الدعاء والى ان نتقل في فيديو جديد اترككم في رعاية الله وامانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته